أول مبارح عرضنا هنا في رقم عشرة تصور تاني تصور للدوري المصري الممتاز للموسم الجديد تصور اشتغلنا عليه أنا ومعي فريق عمل هذا البرنامج تعبنا واجتهدنا واشتغلنا وفكرنا وقلت وقتها في مقدمة الحلقة احنا بنعمل كده ليه؟ ليس انتقاصا من أحد ليس تعالية على أحد ولا احنا عايزين نقول للناس انتم ما بتعرفوش تعملوا حاجة واحنا اللي بنعرف نعمل ولا الكلام ده خالص احنا استبدلنا الانتقاد والهجوم للناس اللي بتشتغل في كرة القدم المصرية لمشاركة لرأيشة لاقتراح تاخد بيه احنا مش احنا المسؤولين تاخد بيه أهلا وسهلا ما تاخدش بيه خلاص براحتك بشوف الأحسن والأصلح من وجهة نظرك مهم الأصلح ده يفيد كرة القدم المصرية الحمد لله من فضل ربنا علينا ردود الأفعال على هذا الأمر كان عظيم جدا 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 وفوق توقعاتنا كمان معظم الناس أغلبية المشاهدين والمتابعين عجبهم فكرة انه اهو ناس حاولت اهو ناس اجتهدت اهو ناس بتحاول بإيجابية تشتغل وعدد قليل من الناس أعطوا تعليقات على هذا الجدول قالوا انه في بعض النواقص في هذا الجدول وده برضه كنا قلنا في الحلقة انه وارد انه يكون فيه تعليقات وارد انه يكون فيه نواقص واحنا مش مختصين بهذا الأمر بس حاولنا نجتهد ونساعد فما فيش مانع ان كلنا نساعد يلا بينا واصلني بعض الملحوظات من الكابتن عامل حسين رئيس لجنة المسابقات المصرية وهي ملحوظات فيها الكثير اللي يحترم ومنطقي وفيها حاجات مرضودة عليها بس عشان انا مش عايز احول الحكاية ليه مين صح ومين غلط فمش عايز يبقى فيه رد ورد مقابل وعاكيان رد تاني ورد مقابل عشان هو الأصل ايه احنا كلنا بندور على صالح الرياضة أسق أسق الكابتن عامل حسين عايز كمان مصلحة كرة القدم المصرية اذا ما احنا كمان عايزين مصلحة كرة القدم المصرية فلو الكابتن عامل عنده ملحوظات على هذا الجدول يحط ملحوظاته على هذا الجدول اللي ممكن يبقى فيه بعض الإيجابيات ويعمل بينهم دمج كده ويقدم لنا تصور محترم للدوري المصري الممتاز دون دون مشاكل مقررة دون مبررات مقررة ليه؟ اش احنا عايزين كلنا دوري محترم دوري يضيك ببلد زي بلدنا وان شاء الله بإذن الله يبقى فيه دوري عظيم جدا ويا كابتن عامل رسالتك وصلتني وهي وصلتني بما ان احنا اللي اشتغلنا في البرنامج ده فهي وصلت فكفاءة ان هي وصلتلي مش لازم توصل للدنيا كلها انا حبيت انقلبس وجهة نظرك كمان عشان انا بكن ليك دائما وابدا كل الاحترام والتقدير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة